صحيح احنا قدام يعني أزمة عالمية كبرى ومسألة يمكن تقنين الاستخدام من قبل ما الدولة تعمل ده مسألة غاية في الأهمية إنه كل بني آدم ما ياخدش أكتر من احتياجاته لإنه ده بنسبة كبيرة لما بيحصل بيخلق أزمة حتى لو كانت السلع متوفرة بيعمل زيادة في الأسعار فإحنا النهارة بنتكلم على إنه النجاح إن السلع تكون متوفرة وده اللي حصل بشكل كبير في مصر صحيح بعد السلع أسعارها ارتفعت لكنها لسه موجودة في الأسوأ وأعتقد أن ده تحدي في ظل هذه الأزمة أعتقد كمان إنه ما فيش حد دخل سوبر ماركت علشان يشتري أي منتج يعني ولو إحنا دروقتي بنتكلم على الزيت والزيت ما كانش موجود على الرف لكن تكلبنا على السلع هو ده اللي يعمل ارتفاع في الأسعار مع أصلا الارتفاع اللي حاصل من أزمة التضخم العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة فيروس كورونا اللي كان لسه العالم لم يتعافى بعد منها ويمكن ده اللي أكد عليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه تصريحات ولما قال يطرى حد من أهلنا دخل مكان يجيب طلب ولا آه مش موجود يعني ما فيش حد ما لقاش حاجة مش موجودة ويمكن مش من الأزمة دي بس يا هدير الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الكوروناية لأ كمان من أزمة كورونا لو نتذكر ونرجع به الأسعار لكن الحمد لله كل السلع وكل الاحتياجات موجودة لأن الدولة تحديدا بتقوم بمجهود كبير جدا وفيه يعني قرارات لحظية بتطلع علشان تكون كل احتياجات الناس متوفرة فيه تعامل سريع مع أي تطور فيما يخص تحديدا الأزمة الاقتصادية زي مثلا التكلفات اللي أصدرها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص استثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام تحديدا من الإجراءات اللي بيتم تطبقها مؤخرا على عملية الاستيراد وده علشان حاجة واحدة فقط هي تسريع وطيرة الانتاج المحلي وإعادة التوازن في حركة الأسواق وضبط الأسواق تحديدا علشان نحمي المواطن من جشع التجار اللي ممكن يستخدم عدم تواجد السلع في ارتفاع الأسعار تحديدا الحياة أنه كمان التصنيع المحلي أعتقد أنه هو كلمة السر لعبورنا من هذه الأزمة وأزمات تانية كثير ويمكن مسألة الاهتمام بالتصنيع المحلي كانت موجودة وشاغل كبير للدولة المصرية من فترة كبيرة توطين جزء كبير من الصناعات ومن الحاجات اللي احنا كنا بنستهلك عملة صعبة كثير في استرادها علشان كده القرار ده هيساعد أنه الأزمة دي يعني نخرج منها بفرص أكبر فرص لتوفير مستلزمات الانتاج اللي كنا بنستوردها ده معنى أن المصنع هتشتغل بشكل كامل بكامل طاقتها منشوفش مصنع عفل بعد هذه الأزمة توفير كل السرع والاحتياجات للسوق المحلي وللمواطن المصري في نفس الوقت نقدر كمان أنه نزود من معدلات التصدير في وقت زي ده طبعا كل الدول محتاجة أنها تزود يعني مخزونها من العملة الصعبة ويمكن ده اللي انت قلتي ده كان بخطوة يعني بعيدة المدى ويمكن النظرة دي ما كانتش بعيدة يا هدير لأن اتحققت النهاردة على الأرض كان فيه سعي جبير جدا من القيادة السياسية تحديدا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال يعني زراعة مستلزماتنا من السلع الأساسية تحديدا لأن كل دي إجراءات هدفها فيه الأساس أول حاجة أن العجلة تدور ثاني حاجة أن المصانع كمان تشتغل ويكون فيه إنتاج أكتر وتكون السلع دي موجودة في الأسواق وما يكونش فيه مشكلة خالص بتواجه المواطن تحديدا لأنه هو ده الشغل الشاغل والأول والأخير للدولة هو توفير الاحتياجات الخاصة بالمواطن لأن المواطن دايما يعني هو الرقم الفاعل في أي معادلة بتقوم بيها الدولة المصرية إن شاء الله كل السلع هكون موجودة زي ما قالت هدير أهم حاجة اللي احنا ما نتكلبش على الأسواق علشان خاطر نكون أو على عملية الشيرة تحديدا داخل الأسواق لأن السلع موجودة والحمد لله موجودة ومش يعني لو بنبص ليه الدول الأوروبية تحديدا الوضع مختلف تماما فيعني بنحمد ربنا على نعمة تواجد هذه السلع وبنصبح على حضراتكم صباح جديد صباح الخير يا مصر